حول قرار المحكمة العليا الصهيونية بتهجير الفلسطينيين من الخليل في ظل حالة التصعيد التي تشهدها فلسطين المحتلة ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من الخليل الصحب الفلسطيني مصعب قفيشة مرحبا بك معنا أهلا بك زميلي بعد قرار المحكمة العليا محكمة الاحتلال العليا بتهجير مئات الفلسطينيين من أراضيهم بمنطقة يطا ما الأسباب التي أدت إلى قيام المحكمة بهذا القرار يعني هذا القرار يحاول الفلسطينيين وبتلأخص أهالي محاضرة الخليل وقف هذا القرار منذ أربعين عام على الأقل يعني الاحتلال وضع عينه على أكثر من سبع ثلاث واربعمائة ستدان من أراضي الزراعية الواقعة في ملكية خاصة وسماها بأنها منطقة إطلاق مار وتدريبات عسكرية ثم يعني خلال عمليات الأخذ والرد والمحاكم أعلى من شكل رسمي الصيدرة من خلال المحكمة العليا الإسرائيلية بأنه تفضل اجتماعات مقدم لـ 12 تجمع سكاني في مسايا ريالتا هذا القرار يعني يعتبر بالمخطط الإسرائيلي المستمر بقدم الأراضي الفلسطينية وقدم أراضي الضفة الغربية بشكل مستمر وأيضا يأتي في قرار هذه المحاكم التي تدعي أنها محاكم قانونية وحقوقية وعادلة بينما تحرم أكثر من ألف ومائتين فلسطيني من أهالي مسافر يبطأ أراضيهم ألاف الفلسطينيين يواجهون مخاطر التهجير كما يدعي الجيش الإسرائيلي بأنه يستخدمها كامرات اختدريبات نحن نتحدث اليوم عن أكثر من 650 ألف إسرائيل المتطرف يسكن بأكثر من 130 مستوطنة يعني ماذا بقى بصراحة ماذا بقى من أرض بفة الغربية لم يبقى شيء نعم لم يبقى كنتونات في بعض مدن البفة الغربية وأيضا هي أيضا مهددة بالسيطرة وبالضم وكل ذلك على مرأة ومصنع من العالم العربي والإسلامي والدولي بدون أن يحرك ساكنك نعم بناء على ذلك كيف تبدو أحوال العائلات الفلسطينية المهددة بالتهجير من تلك المناطق والتي تحيطها من جهة مستوطنة صهيونية ومن جهة أخرى منطقة عسكرية يعني بالتأكيد هؤلاء الأهالي يباتعون عن مناطقهم ويباتعون عن أراضيهم بالاستمرار بوجودهم بالاستمرار بعمليات بناء بعض البركسات وبعض الخيام وبعض العرش من أجل الحفاظ على أرضهم ولكن نحن نستحدث للأسف عن عدم وجود أي دعم لا رسمي ولا شعبي ولا حقوقي ولا دولي من أجل استمرار صمود المواطنين في أرضهم للأسف دولة الاحتلال نحدث عن دولة في كل الطاقة والطاقم والقوة والسيادة والسيطرة تواجهها الفلسطيني الأعزل لوحده في أرضه بعدما يتم السيطرة على أراضي المواطنين يتم وضع فرض أمر واقع بتغيير معالمها وبناء أسوار عليها ووضع المنازل الجاهزة وتغيير كل معالم الأرض بينما الفلسطيني للأسف يبقى لوحده في أرضه بدون دعم رسمي بدون دعم شعبي حتى للأسف المطلوب من الشلطة الفلسطينية وهيئة مقاومة للجدار والاستيطان أن تقف مع الفلسطيني بشكل أكبر في أرضه وأن تدعمه وأن تحرك خضيته في المحافظة الدولية على ماذا يعول الأهالي في تلك المنطقة ولا سيما أن بعض المناطق في الضفة الغربية نجح فيها الأهالي بإفشال بعض مخططات الاحتلال لبناء بؤر استيطانية أو محاولة اقتلاعهم من تلك المناطق ما المطلوب من أجل زيادة تصدي الأهالي هناك للمسوطنين وقوات الاحتلال كما قلت لك يتصدى المواطن الفلسطيني للإستيطان لوحده للأسف وأيضا المطلوب دوليا وشعبيا ورسميا الوقوف بغطف المواطن الفلسطيني وذلك من خلال تحريك القضايا الدولية ورفع قضايا الأمم المتحدة ورفع قضايا دولة الاحتلال وأيضا تحريك المقاومة الشعبية والمقاومة السلمية والاستمرار بعمليات الصلاة بالأراضي وأيضا إنشاء مسارات سياحية من أجل تعريف المواطنين بأرضهم وتخصيف التواجد الفلسطيني في هذه الأراضي كل هذه هي خطوات على طريق حماية وصمود الفلسطيني في أرضه ولكن للحقيقة إذا لم يكن هناك قوة بتحمي الفلسطيني في أرضه لم يكن هناك دولة بانصحة تعبير بسيادة وبأجهزة أمنية وبقوة لا يمكن للفلسطيني أن يعقف لوحده في وزن هذه دولة الاحتلال أشكرك جزيلا الصحفي الفلسطيني مصعب قفيشة كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الخليل ترجمة نانسي قنقر